محمد ابو نموس وانتقل لزميل إبراهيم قنن إبراهيم ما جديد الوضع لديك من أمام جمع ناصر هل من إصابات جديدة؟ هل من شهداء جدد وصلوا في ظل هذا التكتيف للغراثة المستمر على قطاع غزة والذي حدث قبل دقائق فقط في شمال غرب غزة؟ نعم بالتأكيد هناك قبل قليل هناك استهداف لشقة سكنية في منطقة دير البلح وأسد قطاع غزة هناك عدد من الشهداء وعدد من الإصابات الحديثة دور عن شهدين وإصابة استهداف منزل تم استشاد صاحب المنزل وزوجته وإصابة جميع أطفاله بإصابات خطيرة حسب ما أفدنا قبل قليل أيضا قبل قليل كان هناك استهداف آخر لمنزل في شرق خنيونيس يعود لعائلة أبو مصطفى سيارة استهداف هرعت إلى المكان لجلب المصابين لأن الحديثة دور عن الإصابات يبدو الآن هذه الإصابة وصلت من منطقة عبسان نعم هي إصابة هي إصابة جديدة وصلت يعني الإصابات الكثيرة المتواجدة في منطقة عبسان هناك سيارة الآن وصلت إلى أمام المستشفى إبراهيم نعم هذه سيارة تحمل إصابات من نعم نعم هذه سيارة تحمل مصابين بالتأكيد كل مركبة كل سيارة مدنية كل سيارة إسعاف تصل إلى مجمع ناصر طبي هي تحمل عدد من المصابين يعني ربما يكون إصابة وإصابتين يتم انتشارهما ويجلبهما معا في منطقة مجمع ناصر الطبي هل يتم الاعتماد على هذه سيارة المدنية إبراهيم بسبب استهداف بعض سيارة الإسعاف من قبل الاحتلال؟ يعني يتم الإسعانة بها هذه حالة طوارئ كل مواطن يستطيع أن ينقل مصاب أو ينقل شهيد بشكل مباشر يعني الناس تساعد بعضها البعض وتم انتشار الشهداء لا ينتظرون سيارات الإسعاف خاصة هذه الليلة سيارات الإسعاف في منطقة خان يونس في الشرق من خان يونس تم استهدافها بصورة مباشرة نتحدث عن أربع سيارات تم ضربها واستهداف من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي وأدى إلى صابت ستة من ضباط الإسعاف هذه سيارة إسعاف وصلت إلى مجمع ناصر الطبي تحمل أيضا إصابات الإصابات لا تتوقف عن الوصول إلى مجمع ناصر الطبي والآن نسمع سيارات إسعاف إضافية تصل أيضا إلى مجمع ناصر الطبي يعني عدد الإصابات التي أفتنا بهم من شهود العيان ومن المواطنين في منطقة عبسان وبني سهيلة هو عدد كبير لكن سيارات الإسعاف لا تستطيع الوصول إلى هؤلاء المصابين بسبب الاستهداف الإسرائيلي المباشر لسيارات الإسعاف لذلك يذهب المواطنون بأنفسهم بمركباتهم بدراجاتهم النارية إلى أماكن الاستهداف وإما نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي وإما هم يقومون بإصال المصابين والشهداء إلى مجمع ناصر الطبي هذه سيارة أخرى الآن توقفت أمام مجمع ناصر الطبي تحمل عدد من المصابين ومن الضحايا لكن هناك شهيدين وأربع إصابات في منزل في استهداف شقة سكنية في منطقة دير البلح في وسط قطاع غزة عمليات القصف متواصلة حتى اللحظة طائرات الحربية الإسرائيلية تجوب هل هي بداية الوثيرة يا إبراهيم؟ منذ حوالي نصف ساعة الضرب أو القصف الإسرائيلي كان ليس كساعات الليلة الأولى التي كانت نتحدث عن عشرات الغارات وربما أكثر من ذلك الآن القصف متقطع على منازل على ربما أراضي الزراعية في المنطقة الشرقية ولكنه أقل من الساعات الماضية مستمر ولكنه بأقل خاصة المدفعية الإسرائيلية منذ حوالي ساعة أو ساعة ونصف لم نسمع إطلاق للقذائف المدفعية من الشرق خان يونس ترجمة نانسي قنقر